محرين من دوبا عن جلالة الملك المفدى راع سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية حفلة تكريم العمال المجدين والمتفوقين بمنشآت القطاع الاهلي للسنة الثانية والثلاثين للمرة الثانية والثلاثين تحافظ وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على ضرورة تكريم العمال المجدين والمتفوقين بمنشآت القطاع الاهلي إيمانا منها بحتمية تقديم كلمة شكر بحق كل يد عاملة أنتجت ولازالت تنتج من أجل نماء مجتمعها وتطوره هو تقدير وشكر من صاحب الجلالة الملك المفدى لأبنائه العمال وجرت العادة بأن لا تمر مناسبة الأعياد الوطنية للبحرين إلا وتكون هناك لفتة من القيادة لتكريم العمال والسواعد المعطى في البحرين والتأكيد على أن عطاء العمال والإداريين والشركات هو روح التنمية في البحرين دليل على حب القيادة الرشيدة وعلى رسم سيدي جلالة الملك للسواعد الوطنية التي تساهم في دفع أجلة الانتاج والنمو وزيادة الانتاجية في الاقتصاد وكذلك على أصحاب الأعمال وما يقدمون للوطن من منح أخوانهم وأبنائهم بناتهم فرص التدريب والتأهيل آلاء نور قامة وطنية من بينها مات حرة وقع الاختيار عليها لتثمين جهودها بالشكل الذي تستحقه سواعدها البناء التي ما بخلت في تدعيم العملية الانتاجية بنبض طاقاتها الحيوية في مختلف القطاعات الاقتصادية التي تعمل لديها هاي التكريم يعليل الكثير؟ العاقة عاقة العقل وليست عاقة الجسد يعني مهما يكون عندك عضو ناقص من الجسد وعقلك كامل فأنت تقدر تبدع أحسن من واحد يكون عنده الجسم كامل وعقله المعاق طبعاً أنا سعيد جداً بهذه المناسبة اليوم اللي كرمونا فيه تكريم الموظفين والعمول مجدين ومتميزين طبعاً سعيد جداً لأننا صد شعلان الدولة والقيادة الحكيمة كرمتنا وهذا شرف لنا جميعاً كبحرينيين استمارات الترشيح للعمال والإداريين العاملين في منشآت القطاع الأهلي فاقت العدد خمسمائة مئة وستون منشآة كانت قد وجدت صعوبة في تحديد درجات التمييز للعاملين لديها التي جاءت قراءاتها متقاربة إلى حد كبير شرف كبير لنا والموظفين المكرمين المتميزين في البحرين والسام على صدور العمال المتميزة من لدن جلالة الملك والحكومة المؤقرة هذا تكريم يعني لي بأن البحرين دائماً تثمن وتقدر لأبنائها أدوارهم في خدمة المجتمع وخدمة كافة القطاعات ثمان منشآت كبرى ومشروع صغير واعد تم حصر التكريم فيها فمنها من تميز في تأهيل وتوظيف العمالة الوطنية واليد العاملة من ذوي الاحتياجات الخاصة ومنها من أبدعت في مجال الصحة والسلامة هم من اتخذوا من سبيل الإنتاج طريقاً يشقونه بعرق الجبين والإيمان باليقين يقين بحلول تقدير رام لأن يوجه ويستقر عند مقام عمال ما بخل في بذل العطاء وتقديم أنبل صور الانتماء من أجل الحفاظ على ديمومة عملية تنموية وطنية لن تستمر عجلتها في المسير إلا إذا كان المحرك على المعيقات بصير وعلى تحقيق الأهداف يسير لتلفزيون البحرين محمد رشيدات